اهلا بحضراتكم من جديد كالمعتاد من مباراة واحدة بين بطلية دوري والكاس الاهلي ذات في استفساره عن كمان لايحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها وعما اذا كانت هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية وده توفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للاهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفقا لمشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليا وقريا من حيث المبدأ ده مطلب منطقي جدا وبسيط جدا ومهمة قوي اي مدرب عايز يحط اجندته لازم ان يعرف هيلعب امتى مع مين فين يعني الرجل دلوقتي مرسل كولر جاي هيخد فترة الاعداد هيجي يوم الاربع اللي جاي فجرا تاني يوم بعد القياسات العلمية والطبية والتجهيز الملفات الطبية لكل اللاعبة الفريق حيسافر لمعسكر النمسي طب يرجع امتى علشان يلعب يوم كام لان انت كمان لحد الان مش باين للصبر المحلي امتى ولا الصبر الافريقي امتى ولا بداية الدور امتى النسبة للصبر المحلي اتحاد الكورة كان يا باشواندس الشرك الرعي توصلت الى انه حيتعمل اربع فرع بطل الدوري ووصيف الدوري وبطل الكاس وبطل الكاس الرابطة كاس الرابطة الوحيد اللي تأكد وهو السيراميكا وبطل الدور اللي تأكد وهو الاهلي وصيف الدوري بيرامدز مين هيبقى بطل الكاس الاهلة هيلعب مع امبي الزمالك هيلعب مع بيرامدز والاثنين هيلعبوا فينال لو امبي راح لعب فينال خلاص امبي لو لعب الفاينال مع الزمالك فهو اللي حيدخل لانه الزمالك معاقب بالايقاف وانا ممكن انا سأل سؤال اكمل التاني بس قبل ما تكمل هو تقرر خلاص ان ده النظام يعني ده اترد اربع عن دقيق لسه ما تردش بس ده النظام اللي تم اقراره مع مجلس ابوزابي الرياضي مجلس ابوزابي اعلن كده بس اكمل انه امبي لو صعد نهاء الكاس هيبقى من حقه يشارك فيه كاس السوبر لانه لو لعب لو تخطى الاهلي لو لعب مع بيرامدز بيرامدز هيشارك لانه وصيف الدوري لو لعب فاينال الكاس مع الزمالك هيشارك بدل الزمالك حتى لو الزمالك خد الكاس لان الزمالك معاقب فاصبح رباعة السوبر مقرونة بي الانتهاء من كاس مصر دي مبدئيا طيب النظام ده هيحجب بطولة السوبر المعتادة اللي هي بطولة واحدة بس كان الاتحاد عنده رغبة انه اعمل لتنين لما تقال انه في تحايل على تغيير النظام عشان الزمالك يشارك النادي اللي قال لبقى الدواب قبل كده والطلب اللي هيحق عشان كده انا بسأل لا لا الرباعية دي منتهية الرباعية دي منتهية منتهية بس ما تخلينا اعلق واحدة واحدة ما احنا مش احنا مش بنقول خبر احنا بنحلل دلوقتي موقف الكلام ده اتقال من مدة وانت قلت دلوقتي مربط الفرص هنلعب القديم ولا مش هنلعب بالنظام القديم الماتش الواحد ده ولا مش هنلعبه مش هنلعبه مش هنلعبه جالنا رد بهذا الكلام ما تردش على الاهل هو ما هو ما تردش يا سيدة براهيم ما تردش بنيابة عن الناس انا عارف لما احنا بنسأل يبقى احنا مستنيين الرد الرسمي ولا ما كناش سألنا طيب انا هقول لك ليه مش هيرد يا سيدة عارف بس اصبر علي اما اكمل اما اكمل انا ليه باسعل الاسئلة دي اه الاساس عامر حسين طلع قالك ايه وانا حددلك ازاي والاتحاد الافريقي ما حددش يا يا اساس عامر دي نقطة ده دي حاجة اولا دي حاجة واحدة من اللي جات فيه الصفسرات الآله طب فين بقى نظام البطولة رد عليه ما تردش طب فين جوائز البطولة رد عليه ما تردش طب فين الحقوق التسويقية رد عليه ما تردش دي مش مستنية قرار الاتحاد الافريقي هقول لك انا مستنية ايه تاني ما انت بترد بنبع عنه انا بفصدك القرار بس يا جماعة طب لعلي بعت الجواب ليه لما احنا عندنا التفسير بعتوا ليه لان ما عندوش تأكيد رسمي على الكلام ده على المعاد المعاد بس طيب ماشي يا سيد ابراهيم النبي عشان خطري الجوائز والنظام النظام ده اهم من المعاد لان المعاد ده يعني المعاد ده لو انت هتلعب اربعة هذا ليس رهنا فقط بالاتحاد الافريقي ايضا بانتهاء مصابة الكاس نقطة المهمة يا جماعة انا دلوقتي علشان اخاطب الاربع عنديها الاربع عنديها حتى الان غير مؤكدين اللي اتأكد منهم الاهل وبرامدز وسيراميكا كيلو بطر وتأكد عدم مشاركة الزمالك ليه لانو دي البطولة دي استمرار لبطولة السوبر اللي فات اللي كان بيحاول يتحايل عليها على النادية تكون بطولة جديدة ونلعب ببارات السوبر بطل الدول وبطل الكاس واحدة ومجلس ابو زابي قالك لا مش هقدر استضيف الاتنين البطولة الربعية بديلة على بطولة السوبر السنوية اذا الزمالك رقم واحد برى البطولة الاهل مؤكد اشتراكه لانه بطل الدوري برامدز وصيف الدوري سيراميكا بطل الكاس الرابط الفريق الرابع يكون امبي ولا الاهل يكسب امبي فيفتح فرصة لفيوت شر ده الاحتمال القائم عشان كده الاربع عنديها لم يكتمل تحديدهم بعد حلوة اوه يبقى ما عندناش اجابة قاطعة انما عندنا تحليل منطقي من اعلامي بحجم ابراهيم المنزي وقرأته للاحداث هذا تحليل يتماشى مع الواقع والمنطق ولكن من امتى الواقع والمنطق هم اللي بيحكموا الامور بدليل انت قلت ايه ايه زمالك عشان معاقب فيه جهة الوحيد اللي طلع قالك لا ده بديه بطولة وديه بطولة لما تكلم الكابتن ساروت سويلم قالك ده بطولة وديه بطولة ما حدش عقب على هزي الجملة حتى الآن يا أستاذ ابراهيم عندما يسأل الاهلي عايز اجابة رسمية لكن احنا بالرد بالصح والغلط احنا بالرد بالمنطق طبعا انت بتقوله ده ده المفروض اللي يحصل لكن هو ده اللي حيحصل نتمنى عشان بس كمان نحترم مرة يعني النظام العام دي حاجة مش عايزين نتوقف كثيرا مهم هذا الامر لان المعاد رهن بانتهاء بطولة الكاس رهن بإعلان الاتحاد الافريقي ولكن بقية النظام بقية الجوائز بقية الحقوق التسويقية النظام البطولة النظام البطولة اه نظام البطولة يجب ان يرد عليها ما تستناش لآخر وقت تستنى ليه ايه اللي خليك مستني هي دي انت رديت عليه ببساطة جدا يا سيد ابراهيم لانك انت راجل اعملت المنطق والواقع وعملت اللوايح فرديت ببساطة شديدة جدا لكن الربطة مش عارفة ترد هذا الرد البسيط يقولك اما يعني فيما يتعلق فيما الاتحاد الاتحاد او الربطة الاتحاد هو المنظم البطولة الاتحاد معاين الكلام اللي طلع عشان الكاسم والاتحاد مسؤول على الكاسم بس التعليق طلع من الربطة وصاره سؤلم ده في الاتحاد لا في الربطة في الربطة الاتحاد في الربطة طلع من الربطة طلع في الربطة واخد بالك انا اللي عايز اقوله ايه ونحن نتحدث يبقى بعد تلك جواب عندك اسباب موضوعية الكاسم اخلصي افريقيا ما قالت ليش يتعذر اختارك بالمعاد الان ولكن فيما يتعلق بالنظام اهو لان المفروض فيما يتعلق بالجوائزة فيما يتعلق بالجوائزة فيما يتعلق اه بايه بالليحة ايه ومكانها انها فابو ظبي اذا في ردود كان يجب ان يرد بيها ولكن لماذا لا يرد لان انا برتاب جدا لما الحاجات المنطقية اللي حضرتك بتكالب فيها بمتهى البساطة والثقة لانك رجل يعني انت عارف الصحة والغلط لكن متى كان الصحة والغلط يحكمون قرارات الكرة المصرية بسا جماعة في النقطة دي كمان في نقطة شكلية لكنها مهمة هو ليه لما حد بيخاطب حد ما بيردش عليه من حيث المبدأ ازاي اتحاد الكرة يجي له جواب من اي من الناد الالي او من اي عضو في الجمعية العمومية عدم الرد ده نوع من عدم المسئولية طهرم التهرب من المسئولية تتهرب من المسئولية ما عندكش رد ترده غير جدير بادارة مكانك كل ده احتمالات تبقى موجودة في اطار اهمال الرد ومش عايز اقول لفظ تاني اسخف من كده اهمال الرد ده نوع سخيف شوية ما ينفعش لان احنا كل مرة بنقعد نسمع الاهل بعت للاتحاد الاهل بعت للاتحاد انا لو مسئولها بعت اقوله انت ما بتردش ليه ده نابين وبينك حيط يعني عدم الرد في كل الامور يجي لك جواب بملاحظات على التحكيم يجي لك جواب بملاحظات على كذا يجي لك جواب بمنجب كذا يجي لك جواب مطالبة مثلا ربع التحكيم ليه ما بيردش مش حتى على الاهل على اي طرف يبعت لك جواب انت لو مسئول قاعد على كرسي مسئول وبتمارس مسئولية الف بقى ترد على اي واحد بسألك هقولك ليه اه لانه يعلم ان الردود كلها فيها لا لا يعني لو انت بيحكمك نظام ولواي هتبقى المسألة واضحة جدا ومش محتاجة تهتاها وانت بتجاوب انت على الهواء المسألة الواضحة عندك وما انت شناه تكذب اول مسألك سؤال هليك بتنطلق تقولي اسواع 2-3-4 لو انت لو انت راجل ما عندكش الوضوح ده او مش عايز تقول رأيك بالوضوح ده هتجد نفسك بتتلعسن بتلف بتدور بتخلي الموضوع ضبابي فانا عايز اقولك ان اتحاد كرة القدم لا يرد لانه مش عايز يتمسك مش عايز يتقلق ده انت قلت كذا هو لسه عايز يشوف الى حينه فكر الى حينه اللي خلت الكابتن صالح قال لهم مش هلعب الا زى لما نقعد الستاشر نادي وحطوا اللاحب بتاعتهم والدكتور الجنزوري لما سألوا نفس الجواب قلوا ان نظام المسابعة ومرضوش عليه قال مش لعب البطولة من اولها كده قعدوا الستاشر نادي وطلعوا بنظام البطولة المسألة بسيطة جد وقعدوا معميد مع الكابتن سامير زاد هو رئيس الاتحاد فانت انت قاعد نظاموا كل حاجة طريق سدعاء اللاعب الدوليين ولأول مرة تطلع مساء الواضحة جدا مفاش كلمة ينظر في حينه حينه دي يعني انا هفصل القرار على الظرف وعلى الاطراف وهذا كلام خاطئ اتمنى ان لوحل فيفا تطبق الشفافية المالية القواعد اللاعب المالي السليم تطبق الترخيص تطحط طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي مفاش مجملات اضبط اداء الفرع عندك عشان تندج احنا لن نندج احنا كل المشاكل بتاعتنا استاذ ابراهيم لان حاسين ان ساعة الجد هيتم الضغوط وحيتغير النظام ترجمة نانسي قنقر